هذين القسمين ان الروايات هست سموها النقطة السادسة ان الروايات المرتبطة باسباب النزول من القصص والحوادث في الاعمل اغلب مصادرها سنية بشهادة التفتولي بشهادة انه لا نجد اي اثر اي اثر لهذه الروايات في كتبنا الاخرى فقط موجود اي موجود في تفسير عليه ابن ابراهيم القم القصص التي اعتنى والقصص التي اعتمد عليها في الاعمل اغلب مأخوذة من الاسرائيليات ومن الروايات الموضوعة التي لا اساس لها في كتب مدرسة اهل البيت من هنا اعزائي فعندما نأتي الى الروايات الشأن النزول لا بد ان تلتفتوا جيدا لتستندوا مباشرة لانه ورد في تفسير علي ابن ابراهيم لا 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 ابدا لانه لا بد ان تعرفوا مصادر هذه الروايات عندما تراجعون تجدون انها موجودة في مصادر اهل السنة وعندما تراجعون مصادر اهل السنة تجدون في الاعمل اغلب او في كثير من الاحيان حتى لا نوسع الدائرة تجدون انها روايات اما اسرائيلية واما من الموضوعات والمختلقات والاكاذيب وهذا بخلاف اعزائي في الروايات التأويلية او في النصوص التأويلية فانها في الاعمل اغلب مسندة ولها نصوص هسا صحيحة او غير صحيحة موجودة لها نظائر في كتبنا او لا له بحث اخر اذا لابد ان تلتفتوا الى مضامين الروايات الواردة مضامين الروايات الواردة في شأن النزول والقصاص في الاعمل اغلب اصلا قصص لا استند لها وانما مأخوذة من مصادر اهل السنة وعندما نراجع هناك ايضا لا نجد لها اي اصل في الكتب المعتبر